عائلة بصافي بالمحمدية في ولاية معسكر تبكي ابنها يسين ذو تسع سنوات الذي فارق الحياة في حادث مئساوي الطفل خرج من البيت سالما معافق قبل أن يقع ضحية سقوط عمود كهربائي لم تكلف السلطات المحلية نفسها عناء إزالته بعد عملية هدم السكانات الهشق العمود هدا كي طاح كانوا مهدمين الحي في القوادرية كي هدموا قلعوا ترابع للبطوق والبيطون وخلوه شغل واحدة واقف كي كانوا جايين هما خارجين طاح عليهم ما خصناش دراهم ما خصناش حق خونا ما قادش يردوهن التعويد ما قادش يردوهن المال ما قادش يردهن السكنة ما قادش تردهن الطفولة تعالي حرموه منها ما قادش يردوهن حرموهن طفولة العائلة تطالب بتحقيق معمق في مقتل ابن هاق ومعاقبة المقصيرين إنه بغي الحق تعالي ولدي ما يروح شاكك لا قادش على هو مسكين ويتيم لا قادش كون جاء ولد الشاف دائرة ولا المير ولا التوحم ولا الأعضاء التوحم ولا الكتاف التوحم ما قادش بسعدك مسكين ويتيم وللوقوف على المسؤوليات تنقلنا لمقر دائرة المحمدية غير أن رئيسها رفض استقبالنا فماذا تنتظر أم ياسين من مسؤولين لم يقدموا لها حتى واجب العزاء في فقدانيا فلذة كابيدي هاق